السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بمتابعين الكرام ومتابعين القناة ومتابعين القناة ومتابعين القناة ومرحبا بأصدقائي بكثرة التحليل ومتابعين التحليل هنتكلم النهاردة عن تست من أهم تستات الـ و و الـ بداية عشان الناس اللي ممكن تابع الفيديو أول مرة معايا أنا كل قناة ماتسمى لـ خوائم تشغيل في تخصصات كثيرة في القناة اللي بتابع تحليل فرية الـ هيدخل على قائم التشغيل هيلقى قائم التشغيل هيلقى الفيديوهات بالتأثير حسب تاريخ رفعها على اليوتيوب والنهاردة هنتكلم عن الـ أو سيروم جولوتاميك أبزالو أسيتيك ترانس أمينيز سيروم جولوتاميك أبزالو أسيتيك ترانس أمينيز جوتي من أهم تحليل اللي دايما الدكتور بيطلبه تمام تكلمنا في فيديو سابق عن الجي بي تي والنهاردة هنتكلم عن الجي او تي نبدأ مع بعض ونقرب الكاميرا تمام ونشوف بيقول لنا ايه على الجي او تي بسم الله الرحمن الرحيم ايه على تعمل كده الجي او تي او الاي اس تي ممكن تلاقي الطبيقة تبقى كده استي او اسكوت جي او تي اختصاراً لسيروم جولوتاميك ترانس أمينيز يعني ايه ترانس أمينيز يعني الانزيم ده او الانزيم ده هو اللي بينقل مجموعة الاماينو من تمام تعالي نشوف هو بنشتغله ازاي تشتغله يعني بتعمل لعينة البلط تمام وبتدورها يعني وبتفصل السيروم عن باقي مكونات الدم وبتاخد السيروم تشتغل عليه كمان هو بيعتبر من بيعتبر من بنعمله ليه او الطبيب بيطلبه ليه بيطلبه كمانت بيعتبر من حيث ليه بيعتبر من حيث رحل انفاركشن دائما الناس بيحصل لها ازمات قلبية يعني كنت شغال في الطوارئ والاستقبال في احد المستشفيات. فكنت يبقى في النباط الشاب الليل. فكان اي حد يجي عنده ازمة قلبية او الدكتور يشوك ان هو عنده او كان من بيكتب له اللي هي مسلا التروبونين وال والسي كي ام بي ومعهم الجي او تي. ومعهم الجي او لان ده مهم جدا في المايكورديل انفاركشن وهنعرف ليه دلوقتي. مهم جدا في حالة الديفرينشال ديجنوزز او اكيوت هباتيك ديسيز. يعني ايه اكيوت هباتيك ديسيز? يعني حاجة بتحصل في الكبد او عدوة كبدية او فيروس كبدي اكيوت حال. اللي هو مسلا ناخد مثال الهيباطيتس اللي بيجي الاطفال ولسه جديد بتلقى الايه الجي او تي عالي جدا تمام? ده بيبقى من ضمن الايه الماركرز اللي بنيكتشف بيها الاكيوت هباتيك ديسيز. عندي اه مونيتور بيشن بروكريس انت بروكنوزيس ان كاردياك عنديباتيك ديسيز. اه مريد الكامل او المريد القلب بالهار تمام? اه في المتابعة والتماثل للشفاء بنتابع معه برضو بالجي او تي. الفلوكشويتس يعني اه بيتزبزب يعني يطلع وينزب تمام? و اه اه ريس بونسي بيستجيب لماذا النيكروزيس اللي حاصل فيه السلزي مثلا السلزي بتاع الليفر السلزي بتاع الهارت السلزي بتاع الكيدني السلزي بتاع البانكرياس السلزي بتاع المسلزي اشمعنا الارجنز دي قلتها لا الانزايم ده موجود في السلز بيطلع من السلز بتاع الليفر الكيدني الهارت البانكرياس المسلز تمام? لما بيحصل فيها دامج بيطلع اه بيبقى فيه ايليفاشن او هاي ليفلز من الجي او تي. تمام? اه والدامج ولو وصل لحالة السليرال نكروزيس. يعني ايه نكروزيس؟ يعني التيشو السلزي بتاع الموت. تمام? دائد. لكن فيه فرق بين وبين. عشان بس الناس ما تلخبطش اللي انتبع معاه في كذا وقتشر. فيه فرق بين النكروزيس والأبوبتوزيس. والأبوبتوزيس. الابوبتوزيس ده بيسموه بالعربي الموت المبرمج للخلية. يعني ايه الموت المبرمج للخلية؟ يعني الهيومانسين مسلا هي فيها بروغرام. تمام? ومن اهم التوز في البروجرام بتاع الابوبتوزيس هو البي فيفتي سري. البي فيفتي سري بورتين ارجين. تمام؟ ده السلز او الخلية او ربنا خلقه في خلايا الانسان عشان ازا كانت الخلية دي خلية هتضر بالجسو بيحصلها ابوبتوزيس من تلقاء نفسها او بامر ربنا سبحانه وتعالى فاتموت. تمام? ابوبتوزيس هي بتنتحر الانتحار الخلوي. بيسموه الانتحار الخلوي. بتنتحر عشان ما تضرش باقي الجسو. اما النكروزيس ده من عوامل الخارجية. سموم توكسنز. اه قحليات اه دراجز بيعمل للايه او اه بيعمل للسلز نيكروزيس. تمام؟ طيب تعالى نشوف الاليفيشن مور زان توين تاينز نورمال. يعني لو الجيو تي طلع اه اكتر من عشرين مرة يعني ادى الطبيعة عشرين مرة. تمام؟ يعني مسلا الجيو تي النورمال لحد مسلا يقول سبعة وتلاتين او اربعين. اربعين يعني طلع مثلا النتيجة معي عشرين مرة يعني تمنمية مثلا. او الف. تمام؟ طيب لما يطلع اكتر من تمنمية يبقى انا قدامي احتمالات. قدامي ايه? احتمالات. الاحتمالات اللي قدامي لما الايجيو تي يطلع اكتر من عشر مرة او الحالة اللي هي الاكيوت فييرل هيباطايتس. اللي هو اكيوت يعني لسه في البداية عدوة حادة. الاي فييروس اي فييروس بي فييروس سي. تمام؟ او اه ده بالنسبة للكابل او اي فييرل تاني بيعمل دامج في التيشوت. عندي تاني حالة السيفير اسكيلتر موسل تروما. سيفير اسكيلتر موسل تروما. هتقول لي اسكيلتر موسل وقال لي جاب اسكيلتر موسل ده منوزار في الكابل. لا احنا قلنا مش ده مش كابل بس. تمام؟ احنا قلنا ان الجو تي موجود في الليفر الكبني الهارت البانكرياس الموسل وبيطلع في حالة التيشوت دامج او النيكروزيس. تمام؟ طيب تعال الحالة التالتة. الحالة التالتة اكستنسيف سيرجري. اكستنسيف ايه؟ سيرجري. طبعا سيرجري خلاص انت كده فهمك. لما انا قلس اقيل لك انه ايه موجود في بعض الارجانز. تمام؟ والسيرجري اكيد بتعدي من على موسلز وبتعمل دامج في طريقة للتيشوت. تمام؟ ده بالاضافة للكونديشن او الكيز اللي معمولة عشانها السيرجري. تعالى بعد كده الدراب انديوز ده هيباتيك انجوري. تمام؟ يعني ايه؟ اصابة كابدية لنتجة عن تعاطي بعض الادوية. الممكن واحد بيتعالج من البروسيلوزيز او السلمونيلوزيز. تمام؟ اه بياخد الاجوية. تمام؟ او بعض الانتيبيوتيكس اللي خدناها في البتاع ده الميكروبيولوجي. تمام؟ اللي بتعمل اه دامج في الهيباتيك سيلز. ممكن يحصل ان الجيوتي يعلى. وبنسمى الحالة دي دراك انديوزد هيباتيك انجوري. تمام؟ تعالى الحالة الخمسة تمام؟ اللي هي اه حالة السيفير ليور كونجيشن. السيفير ليور كونجيشن. ده بيسموها العربي احتقان الكبد. يعني احتقان الكبد. تمام؟ يعني الكبد بيحصل فيه حالة كده ما قبل السيروزيز تمام؟ سيفير ليور كونجيشن. تمام؟ اه عندي بعد كده من عشرة العشرين مرة. احنا اتكلمنا عن عشرين مرة. او اكتر من عشر عشرين. يعني مثلا اربعمية لحد تنمية. تمام؟ ده بيدل على ايه؟ سيفير مايكاردل انفاركشن. احنا في من عشرين المرة الاكتر قلنا ان هو اغلبه اكيوت. اما في سيفير مايكاردل انفاركشن ده سيفير. خلاص ده بقى ايه اه كرونيك. تمام؟ او سيفير. تمام؟ اه هارد اتاك. تمام؟ تعالى سيفير انفكشن مونونيكليوزيز. تمام؟ خليم لك او سيفير. سيفير. عندي شديدة. شديدة. ماشي؟ طيب. تعالى الالكوليك سينروزيز. تعالى ايه في الكابت القحولي مثلا. تمام؟ طيب. عندي بعد كده هاي من خمسة لعشر مرات. من خمسة لعشر مرات. ممكن ده يبقى ايه؟ كورونيك هيبا طايتس. مزمن. او ازار كونتشن. تمام؟ طيب. بعد كده من اثنين لخمس مرات ده في الطبيعي. ده ناخد بعض الحالات زي. ننزل بالكاميرا كده شوية. وبعدين نعلى بال. تمام كده. الحالات اللي جاية دي اللي هي من خمسة لعشر مرات ضعف الطبيعي. زي يمين؟ زي طيب من 2 لخمسة اعلى من الطبيعي. متلين لخمس مرات اعلى من الطبيعي. هناخد حالة الميتاستاتيك هيباتيك تيومرز. يعني ايه ميتاستاتيك؟ يعني التيومرز دي الاورام دي نتجع عن الكبد وبتنتشر في اماكن اخر. تمام؟ عندي الالكوليك وسترول سايندروم. اعراض الانسحاب الكحولي. تمام؟ عندي فيتيليور. الكبد الدهني. يعني فيدهم كتيرة على الكبد تعلي الجي او تي من 2 لخمس اضعاف المعدة الطبيعي. عندي الفتيليور دي بسموها استيتوزيس. تمام؟ عندي حالة بعد كده اكيوت بانكرياتايتس. لو اكيوت بانكرياتايتس هتلاقي من 2 لخمس مرات دي في الطبيعي. وعندي البرمولاري امبولايت. البرمولاري امبولايت. نصغر بقى كده بالشاشة ونطلع الاخر حتة واللي هي كانت المفروض تبقى في الاول بس انا خليتها في الاخر عشان ما تتنسيش. دي بقى اخر حاجة تسمعوها مني في الفيديو ده. ال جيو تي اختصارا لجلوكاميك اوكزالو اسيتيك ترانس اميدنس. موجود في المسلز البانكرياس الهارت في الكيبني الليور. تمام؟ سين ان تشو دامج. موجود في التشو دامج. بيقلمت احنا قلنا حالات اللي بيزيد فيها ال جيو تي. طيب تعال موجود في البيد في تشو دامج. في تشو دامج. تمام؟ وتمنى للا جميع التوفيق ولا تنسوا تدعمونا بنشر القناة لو عجبكم الشرق. وتدعمونا بارحكم في التعليقات ولايك وشير والسبسكير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته